المشتقات التفاضلية العليا إذا كان لدينا دلة يمكن اشتقاك هذه الدلة مرة أو مرتين أو ثلاث أو أكثر بالنسبة للمتغير المستقل في المشتقة الأولى DY على DX أو Y شرطة المشتقة الثانية D تربيع Y على DX تربيع أو يرمز لها بهذا الرمز Y شرطتين المشتقة الثالثة D تكعيب Y على DX أو يرمز لها بالرمز Y ثلاث شرط هكذا المشتقة الرابعة للدلة D4Y على DX أو Y أربعة شرط وهكذا مثال أوجد المشتقات الأولى والثانية والثالثة والرابعة للدلة Y تساوي X7 ناقص X3 لاشتقاك هذه الدلة نستخدم قاعد الاشتقاك التي تعرفنا عليها سابقا المشتقة الأولى DY على DX نحصل عليها بتفاضل هذه الدلة نحصل عليها بتفاضل المشتقة الثانية مرة أخرى بالنسبة للإكس دي أس ثلاثة Y على DX تساوي 42 في 5 X أس أربعة ناقص 6 فنحصل على المشتقة الثالثة D أس ثلاثة Y على DX تساوي 210 X أس أربعة ناقص 6 المشتقة الرابعة نحصل عليها بتفاضل المشتقة الثالثة مرة أخرى بالنسبة للإكس بتصبح DX أس أربعة Y على DX أس أربعة يساوي 210 في أربعة X أس ثلاثة فنحصل على المشتقة الرابعة DX أس أربعة Y على DX أس أربعة تساوي 840 X أس ثلاثة التطبيقات الاقتصادية على التفاضل من التطبيقات الاقتصادية على التفاضل إيجاد دالة تكلفة الحدية ودالة الإرادة الحدية وهكذا دالة التكلفة الحدية تساوي التفاضل الأول لدالة التكلفة الكلية ودالة الإرادة الحدية تساوي التفاضل الأول لدالة الإرادة الكلي دالة المنفعة الحدية لسلعة الماء تساوي التفاضل الأول لدالة المنفعة عند نقطة معينة مرونة الطلب السعرية تساوي تفاعدوا دالة الطلب في السعر X على الكمية المطلوبة Y أي أن مرونة الطلب تساوي DY على DX في X على Y مثال إذا كانت دالة التكلفة الكلية للسلع X هي Y تساوي Y تساوي 8 زائد 2X زائد 5X تربية حيث Y هي التكاليف الكلية وX هي الكمية المنتجة والمطلوب إيجاد التكلفة الحدية عند إنتاج الوحدة الخامسة الحل لإيجاد التكلفة الحدية نقوم بإيجاد التفاعد الأول لدالة التكلفة الكلية حيث التكلفة الحدية DY على DX تساوي 8 تفاعدها 0 زائد 2X تفاعدها 2 زائد 5X قس 2 تفاعدها 10X إذن DY على DX تساوي 2 زائد 10X إيجاد التكلفة الحدية عند إنتاج الوحدة الخامسة نقوم بالتعويض في دالة التكلفة الحدية عن X تساوي 5 إذن التكلفة الحدية تساوي 2 زائد 10 في 5 تساوي 2 زائد 50 تساوي 52 ريال إذن التكلفة الحدية عند إنتاج الوحدة الخامسة تساوي 52 ريال مثال إذا كانت دالة الإرادة الكلي لسلعة معينة تمثلها العلاقة التالية y تساوي 500x ناقص 5 من 100x تربيع حيث y هي الإرادة الكلي وx هي السعر والمطلوب إيجاد دالة الإرادة الحدي وقيمة الإرادة الحدي عند السعر x 900 ريال الحل لإيجاد دالة الإرادة الحدي نقوم بإيجاد التفاضل الأول لدالة الإرادة الكلي وبالتالي فإن دالة الإرادة الحدي dy على dx تساوي 500 ناقص 10 من 100x هذه هي دالة الإرادة الحدي والإيجاد الإرادة الحدي عند السعر 100 نقوم بالتعويض في دالة الإرادة الحدي عن x الساوي 100 وبالتالي فإن الإرادة الحدي يساوي 500 ناقص 10 مية في مية أي يساوي 500 ناقص 10 يساوي 490 ريال أي أن الإرادة الحدي عند السعر 100 يساوي 490 ريال مثال إذا كانت دلة الطلب لسلعة المعينة هي Y تساوي 100 ناقص 2X حيث Y هي الكمية المطلوبة وX هي السعر السلعة والمطلوب إيجاد مرونة الطلب عند السعر X تساوي 40 ريال الحل لإيجاد مرونة الطلب مرونة الطلب تساوي DY على DX تفاضل دلة الطلب في X السعر على Y الكمية المطلوبة تفاضل دلة الطلب DY على DX تساوي سلب 2 وبالتالي يتم التعويض في هذه الدلة دلة مرونة الطلب DY على DX ساوي سلب 2 مضروبة في X السعر على Y يتم التعويض بقيمة Y 100-2X وعند السعر X 40 ريال يتم التعويض في الدلة عن X تساوي 40 وبالتالي فإن مرونة الطلب تساوي سالب 2 في 40 على 100-42 تساوي سالب 2 في 40 على 100-80 أي تساوي سالب 80 على 20 تساوي سالب 4 أي أن مرونة الطلب عند السعر 40 ريال تساوي سالب 4